وكعادة النادي الاهلي الرد دايماً بيكون بالبطولات الرد دايماً بيكون في الملعب ده خلاصة اللي أنا عايزة أقوله النهاردة في المقدمة لمبارات الاهلي والاتحاد السكندري بنقول كده ليه؟ لأن الاهلي سبهم يملوا الدنيا زيطة وهيسة والاتهامات من هنا وهناك وما نشغلش النادي الاهلي إلا بالعمل كالعادة جوه الملعب عشان يكون رده بالأفعال مش بالأقوال مش بتصرحات إعلامية ولا ميكروفون عمل ألف بيه على فضائيات الدنيا كلها الاهلي سبهم يتكلموا ويملوا الدنيا زيطة وصريخ وهيسة وعويل وصياح وتقطيع ليه؟ علشان هم كانوا عايزين يشغلوا النادي الاهلي عن الملعب بحاجات خارج الملعب دايماً الاهلي كل تركيزه جوه الملعب وده اللي احنا شايفينه وده اللي شايفينه وقلنا عليه المرة اللي فاتت في الانبرالة السابقة على الأرقام بين النادي الاهلي وبين المنافسين وزي ما انتوا شايفين النهاردة بإذن الله النادي الاهلي قبل المسابقة ما تنتهيب سبع جولات ان شاء الله يحسم البطولة سبهم النادي الاهلي يقولوا كلام كتير جداً مليان مغلطات وأكاذيب وأثبت أنه لا يتأثر بهذه الفتراءات وبات على بعد ثلاث نقاط فقط من التدويج بلقب الدولي العام بفارقة دي ايه بقى؟ بفارقة شاسع عن منافسيه أنا أصلاً نسيت الفريق قد إيه؟ سبهم يفتروا على الفريق ويقولك أن الجيل ده مبطل خورة الجيل ده مش عارف ما عندوش حد يجيب جوال الجيل ده ما عندوش روح ومع ذلك لو تبص على الأرقام حتلاقي الانتصارات المتتالية عمالة من مباراة أخرى لتصيب هؤلاء بصدمة قاسية سبهم النادي الاهلي يفتروا ويقولوا أن فيلر حيهرب ومش مكمل ومش راجع ومش هيكمل الموسم مع الأهلي ومش عارف رايح الإمارات ومش عارف رايح فين السعودية لكن المدرب رجع وكمل الموسم مع الفريق وقادوا الانتصارات رائعة حسمت البطولة في النهاية إن شاء الله النهاردة بإذن الله وأثبت أن ما يرددونه افتراءات وكذب لا وجود له على أرض الواقع